أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصليب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين قال بن دار العين في طال المدينة حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حدثنا أبو طاهر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى ثلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حر إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خارد بن مخلد حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد حدثنا محمد بن المسنة حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثني ربيعة بن يزيد أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي سعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بخوسي وأصيد بكلب المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدة فإن لم تجدوا منها بدة فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بخوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك إن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل قال ابن ماجة سمعته يعني علي بن المنذر يقول حججت ثمانية وخمسين حجة أكثرها راجل حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا وكيع عن شريك عن حجاج بن أرطات عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قالا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعنبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ردت عليك قوزك حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي قال إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكل حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا وكيع وحدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض قال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيد حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخزق حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا معنو بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميت حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر الهدلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم ألا فما قطع من حي فهو ميت حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا زكري بن يحي بن عمارة حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعد البقال سمع أنس بن مالك يقول كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كبارة واقتل صغارة وأفسد بيضة واقطع دابرة وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره قال إن الجراد نسرة الحوت في البحر قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره حدثنا علي بن محمد حدثنا وقيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمر فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد فجعلنا منضربهن بأصواطنا ونعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو عامر العقد حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والتفضع والنملة والهدهد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ابن عباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواء النملة والنحل والهدهد والصرد حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء قرصتك نملة فأمر بقرية النملة فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه بأن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه وقال قرصت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوم عن سعيد بن جبير أن قريبا أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عط لا أكلمك أبدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقأ العين وتكسر السن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيد عن أم شريف أن نبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاء حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غال للوزغ الفويسقة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة الفاكي بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعة فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا قالت نقتل به هذه الأوزاء فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزر فإنها كانت تنفخ عليه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني أبو إدريس عن أبي فعلبة للخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السباع قال الزهري ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذيناب من السباع حرام حدثنا بكر بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذيناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن ممهد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي مخارق عن حبان بن جز عن أخيه خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناس الأرض ما تقول في الثعلب قال ومن يأكل الثعلب قلت يا رسول الله ما تقول في الزئب قال ويأكل الزئب أحد فيه خير حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو قال نعم قلت أكلها قال نعم قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جز عن خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وه عن ثابت بن يزيد الأنصري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ببابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابع وقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضبع ولكن قدر وإنه لطعام عامة الرعاة وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة فما ترا في الضباب قال بلغني أنه أمة مسفت فلم يأمر به ولم ينهى عنه حدثنا محمد بن المصفة الحنصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى به ليأكل منه فقال له من حضره يا رسول الله إنه لحم ضبب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حدثنا محمد بن المصفة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا فسعوا عليها فلغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بعجزها وواركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحا عن عبد الكريم بن أبي المخارك عن حبان بن جز عن أخيه خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب قال لا آكله ولا أحرمه قال قلت فإني آكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت فإني آكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوال بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماءه الحل ميتته قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفتاك في البحر وبقي البر حدثنا أحمد بن عبده حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه حدثنا أحمد بن الأزهر نيسى بوري حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات حدثنا محمد بن بشار حدثنا الأنصاري حدثنا المسعودي حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق فقيل للقاسم أيؤكل الغراب قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقة حدثنا الحسين بن مهدي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها